مليونية النهاية مليونية النهاية مليونية لتغيير المادة الـ 28 وإعادة ادخال الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل مرة أخرى لسباق رئاسة نحاول نفهم بعض ملامح هذه المليونية خلوني أقول لكم بس الأول مين القوى اللي ستشارك ومين القوى اللي اعترضت القوى اللي ستشارك الحرية والعدالة البناء والتنمية حزب الإصلاح والنهضة الوسط التحالف الشعبي بالإضافة لجماعات الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية والإسلاميون إسلاميين الثوريين وحركة كفاية إلى جانب الحملة الرئاسية لدكتور العوة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وبعض الأحزاب الأخرى هتشارك في بعض المسيرات فقط رفض هذه المليونية المصريين الأحرار كماعنا الدكتور أحمد سعيد مبارح وأعلن رفضه والجبهة الديمقراطية والتجمع والنور والدعوة السلفية والنور هنا لمرة تانية أو تالتة وربع بينشق أو بيختلف في قراره عن قرار الحرية والعدالة ودي مرات يعني بقت ظاهرة في اختيار من يرشحونه كرئيس الجمهورية في قرارات كثيرة جدا في اعتراضهم على تعليق أعمال مجلس الشعب أيضا النور أعلن أنه لن يشارك في مليونية الغد بل طالب بحقن الدماء وحذر من إراقة الدماء خلونا نسمع الأراء السياسية ونبدأ به الدكتور أسامة الغزالي حارب الرئيس الشرفي لحزب الجبهة الديمقراطية مساء الخير يا دكتور مساء النور يا فزا لانيس يعني رأيك إيه في مليونية الغد أنتم مش مشاركين لماذا لن تشاركوا أنا في الحقيقة لا أتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية أنا أتحدث بصفة المحل السياسي مستقل حزب الجبهة الديمقراطية تخذ هذا القرار إنما الحقيقة ما كنت شأنه مشارك في اتخاذه وإن كنت طبعا ما عنديش مانع من هذا القرار الواقع إنه إذا أنا حبيت يعني أصف المرحلة الحالية اللي مصر بتمر بيها هي حالة من الفوضى هي حالة من أركباك هي حالة من التخبط هل الوضع مؤسف تماما هل هناك سبب لهذه المليونية قاطع هناك أسباب لأنه اللي حصل في العباسية اللي حصل من قتلة وسقوط عدد من الشهداء المصريين هذه مسألة خطيرة جدا هذه المسألة بتعيد كثير من الأوضاع إلى أوضاع سابقة كنا نعتقد أننا تجاوزناها وبالتالي هناك سرر يدعو عديد من الفوء في الواقع أنها تتظاهر أنها تحتاج وخصوصا فيما يرتبط بهذه الإصابات التي حادثت ومع ذلك في الواقع في حالة من الفوضى في حالة من التخبط حتى كلمة مليونية تحفظ كثيرا عن استعمالها كلمة مليونية كلمة جيرة قوي وحتى بالنسبة للدقة العددية فخاطع نمرها ما توصل لمليونية المليونية حدثت في أثناء ثورة يناير العظيمة ما أعتقدش أنها تتكره بنفس الطريقة هل تفضل أو يعني رأيك أنه إذا كانت هناك تظاهرات خلينا نسميها تظاهرات واحتجاجات أن تكون مختصرة على ميدان التحرير ولا لا مانع لديك أن تصل إلى محيط وزارة الدفاع حيث هناك بعض الاحتجاجات الأخرى وهيث هناك أحداث العباسية وما حدث به لا طبعا شوفي حق التظاهر مكفول للمصريين بلا شك لأحد الحقوق العظيمة التي استخلصها المصريون بعد ثوات 25 يناير مسألة الذهاب لوزارة الدفاع أنا أعتقد مسألة ملهاش أي مبرر عندما نتظاهر ممكن نتظاهر في أي مكان في البلد إنما لاتجاه إلى مؤسسات حساسية خاصة زي وزارة الدفاع أنا مش شايف أن فيها لها مبرر أنا لا أعتقد أنا أعتقد وأنا متفاعل 100% مع كل توجهات الثورية إنما مسألة الذهاب إلى وزارة الدفاع يعني الحياة فيها مسألة الشجاعة الحساسية ومنهاش مبرر في الواقع إنما المشكلة اللي حصلت في الحقيقة واللي أثرت هذا كله أن هذا القتل غير المبرر للمتظاهرين ولذي للأسف للأسف للمرة العشرين لا نعرف من الذي ارتكب هذه الجرائم وهذه ليست المرة الأولى هذه أكثر من مرة يحدث هذا الآن وكأن هناك قوة خفية وهناك إصرار على أن تكون هذه القوة الخفية غير معروفة ولا نصل إليها هذه المشكلة الحقيقية اللي عملت مظاهرات وعملت احتجاجات وعملت مشاكل ولا هتستمر فيها طب توقعاتك لبكرة يا دكتوري هناك بعض الخلق في ناس الآن وبتقول أنه يعني الاحتكاكات بين أهالي العباسية وبين المعتصمين خاصة أن في الحياة يعني قتلى وشهداء من أهالي العباسية والعزاء دلوقتي مقام الآن هناك في أربع عزوات مقامة ففي ألأ من هذه الاحتكاكات توقعاتك إيه بكرة؟ أو مخاوفك؟ بلاش توقعك مخاوفك؟ أنا بالضبط بالضبط أشكرك على تصحيح السكرة هذه مسألة مخاوفات أولا يعني أي محالي السياسي الآن لا يستطيع أن يتنبأ بشكل كبير من الدقة لذلك ما يحدث لأن فيه درجة عالية جدا من الانسلاحات على درجة عالية جدا من الارتباك نقدر نقول درجة عالية من التشتس ليست هناك قوة أو اتجاه سياسي متجانس في أي مكان على سبيل المثال إذا ذكرت المظاهرات اللي قيل أن هناك تخطيط يعني تقوم غدا لو نظرت لخليط الذين قرروا القيام بها وخليط الذين قرروا معارضتها لن تجدي تجانس في المواقف السياسية والاتجاهات السياسية وده في الحياة دليل على حالة من الارتباك والتشتس إذا أقول تلك واللي بتطبع الحياة السياسية الأرض مصري اللي في الحياة بتشعرني أنا شخصيا بقلق شديد جدا 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 لما يجري في مصر وأعتقد أننا يجب أن نخرج من هذه الحلقة الجهنمية وإلا فقط عن المصار سيكون في منتهى السوق نتمنى ذلك بشكرك أستاذنا الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس شرفي لحزب الجبهة الديمقراطية وطبعا المحلل السياسي المعروف ومعي على هاتف أيضا الأستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي أستاذ نادر مساء الخير السلام عليكم عليكم السلام يا فندم لماذا قطعتم مليونية الغد يا أستاذ نادر بسم الله هو يعني ما حدث في العباسية طيرة الأيام السلسل الماضية أنا عايز بس أفرق فيه ما بين دماء ثالث لابد طبعا من استنكار ما حدث لها ومعروف حرمة الدماء أنها أشد حرمة أنه رسحة تعالى من حرمة الكعبة نفسها نعم إنما الدماء لا تعالج بمزيد من دوامات سأر لا نهاية لها ودوامات فوضى لا نهاية لها إحنا أمام حالة من الاقتتال وبسميها اقتتال لأن حدث فيها سقوط الضحايا من طرفين بعضها لغاية دلوقتي غامض أهالي العباسية والمعطصمين دي حالة من الاقتتال بين أبناء الوطن وده مؤشر خطير جدا لأن الثورة كان سبب نجحها أنها كان الثورة سلمية واضحة الهدف كان فيها قدر من العنف لكن كان من جانب مش قدر كان فيها الكثير من العنف لكن كان من جانب النظام السادق ضد مواطنين هزل لذا اكتسب التعاطف العالم كله أما ما كان يحدث فكان لابد أن اليوم الأول حتى مع سقوط ضحايا من المعطصمين كان لابد على المعطصمين أن يفقوا اعتصامهم حقنا للدماء ودرءا لمزيد من الفتم ويفتح تحقيق في هذا الأمر بدل ما هو يزداد تساقما وتزداد الدماء أنهارا الكلام ده عن الغد وأنه هو البعض بيقول عليه زحف وزارة الدفاع ده أمر نرى يعني شديد الخطورة برضو استمرار نفس للمسانسل غير المنتهي من ادخال البلد في دوامات يعني لا طائلة من ورائها احنا بنقول أن المجلس العسكري يعني للأسف برضو كان متأخر هذه المرة في بيانه أو في مؤتمره للصحفي تأخر في التعامل مع الحدث نفسه إنما بنشدد على أنه يلتزم بموقفه من تسليم السلطة في الموعد الأقفاء آخر يونيو ويفتح تعقيد فوري فيما حدث من يعني أحداث في العباسية الثلاث يام اللي فاتوا وبرضو نشدد على أن الأولى والأفضل لمستقبل البلاد فض اعتصام العباسية فورا وأن العايز ينزل لميدان التحرير احنا مش هننزل احنا شايفين الوضع الشديد للتباس عايز ينزل التحرير ينزل فيه سلمية وينزل لفض الاستباك من قبل أنت الآن من ايه بكرة الآن من أنه هو بسورة شديدة جدا أنا ممكن أبقى ضحية بس ما خليش حد يستدرجني أنا الآن من الاستدراج أي أنا ضحية لكن مين قال أن الإسلام لم يراعي ذلك الإسلام قال أفد الزرائع ما تديش لحد الفرصة أنه هو يستدرجني وديش لحد الفرصة أنه هو يعمل لي الفخر والكمين اللي أنا قاعة فيه ونظر لي برضو في دوامات لا حصر لها من الفعل ورد الفعل الفعل ورد الفعل الصح نكمل في مسار العدالة الانتقالية نكمل في مسار التحول الديمقراطي السلمي خلينا نناضر النظام السياسي نناضر النظام السلمي أكتر من كده هتبقى أمر يعني لا يحمد عقباء وإحنا شايفين المنزج اللي حوالينا يعني غنية عن التاريخ ده حقيق طب ما لأتكش لم تقلقك يعني هتفات زي الجهاد هيا بنا الجهاد الجهاد اللي هتف بيها محمد الظواهري بالأمس عندما نزل إلى مدان العباسية يعني هذه الهتفات ما بتقلقكش وبتحسسك أن احنا رحين في طريق آخر مش الطريق الديمقراطي اللي احنا بنبحث عنه لا فهم أنا أراهن أولا على وعي الشعب المصري طبعا قبل ذلك كله أنا أحسن ظن سبحانه وتعالى لكن ثانيا أراهن على وعي التيار الإسلامي النقي المتعلم اللي فاهم ويمكن الإشكالات احنا تعرضنا لها قد كده قبل الثورة بكتير التيار الثلاثي كان خياره من ضمان التحويل دفت الأمور بشكل سلمي عن طريق التربية والدعوة تغيرت الأمور بعد الثورة واشتركنا مشاركة سياسية لكن يظل المبدأ الأساسي عندنا هو حرمة الدماء وعصمة الدماء وعصمة الأعراض والمنفلكات فالجهاد ده يعلن ضد أعداء يعلن ضد أعداء محاربون إنما جوه الوطن الواحد جهاد ضد من ده أمر يعني خطير جدا وريد دلالات سيئة جدا الناس اللي يقفى عند حزارة الدفاع أنا يعني لا أستن كيف ولا أجد حرجا من قول الحق إذا كان في خلاف مع المجلس العسكري فببفضة شديدة جدا ودي معادلة يفهمها الجميع الناس اللي يقفى عند ميدان العباسية العساكر دول دول عساكر مصريين فجهاد بقى ببنين الضباط قفين في الشارع هما دول اللي حيبقوا على خط التماس وحيبقوا على خط النهر فحيبقوا يعني جهاد ضد من أمر طبعا خطير جدا يعني أبناء الوطن الواحد كلهم ارتضوا عملية ديمقراطية يبقى نكمل فيها إلى النهاية لذلك موقفنا بالتحديد إحنا كان واضح كده إن إحنا لن نشارف لعدم للتداس اللي ممكن يصيد كثير من الناس ويتهم التيار السلفي بعد ذلك يعني يتهم إنه هو من مسير الاضطرابات والقلاق للكلام ده أشكرك أستاذ نادر بكر متحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي ومعي على لاتف أيضا النائب الدكتور محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة الحمد لله على سلامتك الأول يا دكتور بلتاجي الله يسلام سمعت ربما منذ دقائق رأي النور السلفي الذي قرر ألا يشارك في هذه المليونية أسأل حضرتك بقى لماذا تشاركون في هذه المليونية وأعتقد أن أنتم اللي دعوتم إليها لأنه شارك يعني كإخوان مسلمين وكحرية وعدالة وكنواب وكأطياف متعددة من الحركة الوطنية المصرية غدا تحت عنوانين رئيسيين العنوان الأول هو يعني ليس فقط الاستنكار لكن برورة الوقوف في وجه موقعة الكمل الأسكانية التي ارتكبت أول أمس في نطاق العباسية وأمام مزارة الدفاع ضد معتصمين سلميين بهذه الصورة التي معلمها خلال الساعات الأخيرة وخلال الساعة التي تتحدث فيه الآن السيدة الأميس واضحة غاية الوضوح هناك من دخل من بلطاجية مأبورين هم جزء من سيناريو هو نفسه السيناريو الذي استخدم فيه موقعة الكمل الأولى وفي مصرح البلون وفي مسبير وفي محمد محمود وفي مجلس الوزراء وفي أمام السفارة الصغيونية وفي أمام مزارة الداخلية وكان بورسعيد تطوير لهذا السيناريو اللي بيأتي مأجورين قابضين يدخلهم للقتل واستفزاز الكماهير في توقع لردود أفعال ربما أنا سمعت جمل قصيرة للأستاذ نادر بكار أظن أنها كانت تشير إلى هذا المعنى اللي أنا أقصده هي محاولة استفزاز لردود أفعال غير محسوبة داخل المعتصمين السلمين اللي بقالهم أسبوع مجرد بيعلنوا مطالب وحالة من القلق والارتياب أمام أداء اللجنة العليا للانتخابات وما يمكن أن تسفر عنه الانتخابات الحالة دية ليس خاصة بفصيل ولا بأنصار مرشح واحد لكن كل الشارع المصري لدواعي القلق من أداء اللجنة العليا للانتخابات ونحن نراها ليس فقط قريب أن تستبعد مرشحين لكن قريب أن تتعامل بهذه المعايير المزدوجة تقبل طعن في غير ووقت الطعون وتفصل في قضية قبل أن تحيلها وقبل أن تنتظر نتيجة عرضها على المحكمة الدستورية العليا وبالمخالفة لطانون أقرر برلمان وصدق عليه المجلس العسكري هؤلاء البلطاجية المأجورين المعلومات تؤكد أنهم دخلوا ليقتلوا المعتصمين ودخلوا أيضا على أهالي العباسية ليوقعوا بينهم وبين المعتصمين ولزرع حالة من التراهية وروح الانتقام بنسمع عنها خلال الدقائق الماضية في تصوير جديد أن أهالي العباسية ينتقم لضحاياهم الأربعة والحقيقة أن الذي قتل أهالي العباسية والذي قتل شهداء أهالي العباسية وشهداء المعتصمين هو نفسه من يدخل الآن باسم أهالي العباسية أو باسم المعتصمين للهجوم على الطرف الأرض. طبعا أنا أريد تصريح لحضرتك مع لي أحقف عند النقطة زي يا دكتور وأريد تصريح حريك أنك أبلغت وزارة الداخلية أو وزير الداخلية أن عندك معلومات بالفعل عن سيارات يتم تحملها بالبلطجية وأن البلطجية دول آآ آآ يعني بيجيبوهم حتى ملتحي ملتحين كي آآ يعني هم دول اللي هيهجموا على أهالي العباسية هم دول اللي هيقوموا بهجوم غدا. اشرح لي جزء ده يا دكتور لو سمت أوصل لحولي. بالضبط أنا اتصل بيا مواطنين خلال الارب خمس ساعات الماضية جزء منهم يتحدثوا عن تحركات لتجميع بلطجية بالسلاح الآلي وغيره آآ في آآ محيط آآ قسم الويلي وآخرين في محيط آآ منطقة منشيك الباك. وآآ مؤكد أن السيناريو يعني الذي يرتب ويدبر هو آآ آآ استمرار كأن هذا انتقام من أهل العباسية ضد المعتصمين أو مزيد من الهجوم من المعتصمين عن أهل العباسية. كل هذه آآ أنا اتصلت بسياد وزير الداخلية آآ آآ لم يجب. بابلغت هذه المعلومات لمساعد الوزير ولمدير أمن القاهرة. وآآ آآ نضع الجميع أمام مسؤولياته. كيف تحرك السلاح خلال متروبساط آآ آآ تصل وتتحرك والكماء الموجودة في كل مكان وتستطيع أن تضبط وتمنع آآ آآ هذا. كيف يسمح لدخول السلاح آآ آآ دور آآ آآ الداخلية ودور الشرطة العسكرية ودور آآ الامن المركزي آآ في آآ آآ ودور آآ الجهات المعلوماتية. اللي هي آآ آآ أكبر مننا جميعا سواء مخ اهلت كفرات عامة أو حربية أو آآ آآ مباحث جمائية في آآ 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 تكشف من وراء هذا التحرك. اللي زي ما قلت ده لا يمكن إلا أن يكون نفس السيناريو اللي استخدم 8 مرات بنفس الأدوات بنفس الطريقة بنفس الطريقة. بنفس الطريقة. طيب. 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 إنتو دوركم حيبا إياه دكتور يعني. إذا كنت متخوف من آآ 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 هجوم آخر لبلطاجية آخرين مستقرين. الله أعلم منين. على سواء أهالي العباسية أو المعتصمين بالغد. إنتو عايزين حتعملوا يا ه تظاهركم حيكون في التحرير أم أنكم ستذهبوا إلى ميدان العباسية هتعملوا إيه يا دكتور؟ يعني في رسالتنا بشكل واضح زي بقولت حضرتك نملة واحد هو استنكار ليس فقط مجرد استنكار لكن النزول بالملايين غدا أو بمئات الألاف غدا في ميدان التحرير وفي العباسية ليعني بأن هناك خط أحمر إذا ما تم الاعتداء على مصر مرة ثانية فالمسؤولية السياسية على المجلس العسكري لأننا لم نعود نتعامل مع حكومة نعتبر وجودها الآن وبالتالي هذا سيكون ضمن الخطوط الحمراء كتزويل الانتكابات أو تأجيل الانتكابات البياسية أو حل البرلمان أو محاولة تأجيل الموعد النهائي لانتقال السلطة هذه النقاط الكامسة هي خطوط حمراء لن تعني إلا النزول الدائم بكرة احنا متفقين مع الأطراف السياسية سواء في التحرير أو في العباسية على النزول لإعلان الموقف وانتهاء دون اعتصام مفتوح انتهاء في مساء اليوم لكن إذا ما تم تجاوز الخطوط الحمراء الخامسة التي أشرت إليها فلن يكون إلا النزول الدائم في ميادين مصر لحين تسليم السلطة بشكل واضح يعني هتنزلوا العباسية دكتور يعني هل فيه فصيل أو جزء من جماعة الإخوان أو من الحرية والعدالة هيكونوا موجودين في العباسية ولا فقط في التحرير؟ يعني الحشود التي تأتي من المحافظات أو من أنحاء القاهرة المختلفة ما كانها بالنسبة للإخوان المسلمين والحرية والعدالة في غدا في ميدان التحرير لكن الفضائين في العباسية والتحرير ليسوا متناقضين ولا متعارضين لكن متكاملين رمزنا ونوابنا سيحضرهم مع المعتصمين في العباسية غدا للتأكيد على سلمية الثورة والتزام روابط عدم يعني أي ردود أفعال تشين أو توظف ضد الاعتصام السلمي وضد المطالب المشروعة والأصل هو وجودنا غدا في ميدان التحرير طيب أنتوا دايما كان ليكوا دور يا دكتور في الميدان لتأمينه يعني الحقيقة أن الإخوان المسلمين لما بينزلوا كان عندهم لجان بتأمين الميدان اللي داخل واللي خارج هل ده حيكون برضو دور موجود في العباسية خوفا من اللي حددتك كلمت عليه اللي هو علاقة بالبلطجية وما إلى ذلك يعني هل حتقوموا بيه برضو لجان لتأمين العباسية بالذات وكمان فيه خوف من الاحتكاكات والبعض اللي قد يتخطى بعض الخطوط ويحاول يعني يلتحم مع الاخوات المسلحة أو وزارة الدفاع نحن بنتواصل الآن مع كافة الأطراف طبعا إحنا بكرة زي ما قلت حضرتك حشدنا كإخوان مسلمين وكحرية وعدالة وجماهرنا اللي بندعوها إلى ميدان التحرير لكن نتواصل وسنكون موجودين على ابتصال دائم مع كافة الأطراف في العباسية أن المعتصمين يجب أن يلتزموا حدود الاعتصام السلمي دون تعطيل أو دون يعني تعريض أي مؤسسات أو اعتباء أو دون ردود أفعال حتى لو تم الاعتباء عليهم دون ردود أفعال يمكن أن يعني تسوق أو تبرر لأي إجراءات استثنائية أو لأي يعني تبخل غير محمود وعدم إعطاء مثل هذه المبررات بأي طريق نشارك مع غيرنا في هذا الدور كما قلت لكن لدينا القضية الرئيسية التي هي سبب الاعتصام والتي هي سبب حالة الاحتجاج الموجودة في الشارع المصر الآن والتي الآن مقرها في التحرير وفي العباسية وأمام وزارة الدفاع هي حالة القلق أمام إجراءات الانتكابات الرئاسية اللي مفروض أن تتم خلال عشرين يوم والشارع المصري غير مطمئن إطمئنان لأداء اللجنة العليا للانتكابات بالمناسبة أستاذ الأميس أنا قلت النهاردة في أكثر من مكان أنا أتمنى على السيد المستشار فاروق سلطان أن يقدم استقالته من رئاسة المعقوة يبقى له ثلاث أشهر في رئاسة المحكمة الدستورية فليقدم الآن استقالته وليكلف المجلس العسكري السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو محل الثقة واتمئنان في كل الشارع المصري لرئاسة المحكمة الدستورية وبالتالي رئاسة اللجنة العليا للانتكابات ليصمئن المصريين بكافة طوائفهم وشرائحهم وفصائلهم وانتباقاتهم إلى عملية انتكابية تعبر عن ما تريد مصر بعد الثورة من انتكابات حرة سليمة لأن المادة 28 أصبحت محل قلق سديد للناس وهي ترى بأعينها ما يحدث وحالة الاعتصامات الموجودة هي جزء من حالة القلق هذه طيب دكتور بصراحة يضايقهم أو لا يضايقهم مثلا نزول النور يعني النور دي من مرات القليلة اللي بينشق فيها عن قرار الحرية والعدالة دايما كنته بتنزله سوا المرات دي النور قرر ألا يشارك في هذه المليونية وقال مبرراته أعلنها لأنه حاسس أنه هو بيستدرج إلى فخ جديد إلى موقع جديدة مدايقك النور مش نازلين؟ لا القصة مش مدايقني أو مصرحني أستاذ الأميس لكن هذا يؤكد تحديدا أن قضية النزول أو عدم النزول في بعض المناسبات وفي بعض الأماكن هي قضية اجتهدية الأطراف السياسية المحترمة تقدر فيها رؤيتها للموقف وأي القرارين أسلم وليست قضية متعلقة لا بخيانة ثورة ولا بديع دماء شهداء ولا بصفقات مع أطراف أنا أحترم قرار حزب النور والدعوة السلفية وإن اختلفت معه في ضرورة أن نرى أن النزول بكرة سواء في التحرير أو في ميدان العباسية كنزول فيلمي يمنع كل فرص ردود الأفعال غير المسؤولة أو بحاولة تشويه الضورة هو دعم لدماء الشهداء وهو موقف واجب أمام مذابح تستمر حتى الساعات الأخيرة ولضمان تلامة إجراءات سياسية في الأيام القادمة وحالة من الضغط السوري يجب أن تستمر في الأسابيع الأخيرة من المرحلة الانتقالية لكن أقدر هذا بلا أي نوع من الحساسية أو الانتهام أو التخوين لمن رأى غير ذلك طيب بكرة لو حاول البعض الاحتكاك بوزارة الدفاع أو الهجوم أو الزحف الثوري على وزارة الدفاع ماذا أنتم فاعلون؟ وأتمنى غير ذلك يعني واجبنا زي ما بقول لحضرتك الآن زي ما بنناشد أهالي العباسية وأهالينا هناك يعني أن لا يستجيبوا لأي محاولات التفزاز لحديث عن انتقام أو صأر أو كذا لضحاياهم نناشد المعتصمين التزام السلمية الكاملة والتعبير عن مطالبه بالعديلة المشروعة الثورية دون أي فرصة للتشويه ومن ضمن هذا الحديث عن الهجوم على وزارة الدفاع أو الاختحام أو الاعتداء كما كنا نفعل هذا مع وزارة الداخلية أمام وزارة الداخلية مناشد المعتصمين التزام هذا التعبير السلم الحضاري الذي يصل بفضل الله إلى نتائبه الثورية ويفرض حال التراجع والتسلام من الآخرين أو تحديدا من المجلس الأهل للقوات المسلحة لكن أنا أتصور أن الهجوم والاقتحام وهذا الحديث هو يخدم تشويه الثورة وتعويق مسيرتها وليس تحقيق أهداف أشكرك دكتور محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة الحرية والعدالة موجودة بكرة والإخوان المسلمين في هذه المليونية أساسا في التحرير ولكن دكتور بلتاجي قال أن العباسية لا تتقاطع وأنها تتكامل ممكن يكونوا موجودين إذا حدث أي شيء الحرية والعدالة يرفض الهجوم أو أي مطالبات بالاحتكاج بوزارة الدفاع وناشد ذلك للمتظاهرين يختلف مع حزب النور حزب النور قال لا أنا حاسس أننا بنستدرج إلى فخ إلى مكان آخر إلى موقف ملتبس نحن لا نريد أن نكون موجودين في هذا الموقف الملتبس كنت أطلقون حزب المصري الديمقراطي حيشارك في بعض المسيرات لا حزب المصري الديمقراطي بلغني الآن أنه لن يشارك في تظاهرات الغد سواء في التحرير أو في العباسية أو حتى في المسيرات وأيضا لن يشارك المصريين الأحرار 11 من أقوى سياسية مشاركة الحرية والعدالة البناء والتنمية الإصلاح والنهضة الوسط التحالف الشعبي وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية و6 إبريل وكفاية والإسلاميون الثوريون نتمنى غدا العقل محتاجين الناس تحط عقلها فوق رأسها كده وإنها حتى لو كانت لها مطالب شعارات ما إلى ذلك ولكن لا عايزين نضرب بعض ولا نحتكب بعض ولا نتمنى من أهل العباسية الصبر ونترحهم على كل شهداءهم وأيضا من توفوا من جانب المعتصمين طالب الطب المحترم اللي فقد روحه وهو معدي كده بالصدفة برضو يعني بندعو له بالرحمة لكن يا جماعة أرجوكوا بلاش حكاية الطار بالمصري ومصري أرجوكوا بلاش موضوع الطار يعني القانون حتى ولو طالت حباله هو اللي بياخد الحق بلاش موضوع الطار خلينا نحقن الدماء هذه دماء مصريين اللي عايزين دماء أخرى تسيل ولا عايزين نروع بإحنا عايزين البلد بقى تمشي بهدوء فاضل خلاص أقل من ثلاث أسابيع وانتخابات الرئاسة خلونا نعدي خلونا نعبر إلى مرحلة جديدة نشوف جزء من تصريحات السناتر الأمريكي جون كاري كان موجود النهاردة في القاهرة وزار عدد من مرشحي الرئاسة وعدد من المسؤولين نشوف ماذا قال جون كاري وبعد الفاصل نتكلم عن الحرائق نستقبل ضفنا ونتكلم عن الحرائق وكيف تحمي منشأتك وحياتك ومؤسستك من الحريق المتعمد أو ألعب فيه بعد الفاصل الأربعة عشر شهرا الماضية كانوا عبارة عن اضطرابات سياسية واقتصادية واضحة العنف أيضا ازداد بشكل مقلق الكونجرس الأمريكي والحكومة والشعب الأمريكي يرفض ظاهرة العنف تلك فنحن نطالب الجانب المصري بوقف هذا العنف عن طريق التحقيق القانوني في الأحداث الدامية السابقة ومعاقبة المتسببين في ذلك بشكل راضع خلال اليومين الماضيين تحدثت مع أطراف مصرية عديدة لقد اجتمعت مع بعض أعضاء مجلس الشعب وبعض مرشح الرئاسة وتناقشت أيضا مع المجلس العسكري وعدد من منظمات المجتمع المدني وممثل قطاع الأعمال وما لاحظته بشدة وهدهشني هو أن كل هذه الأطراف تتمتع بالتفاؤل العميق بالرغم من الإحباطات التي يواجهونها هذا التفاؤل يرجع أساسا لوجود أمال كبيرة في معوى قادم من انتخابات الرئاسية من دورها أن تؤدي إلى الاستقرار في البلاد مصر تواجه تحديات صعبة جدا والأيام القادمة سوف تقوم بالتأكيد ليست سهلة فهناك مئات الألاف من الوظائف التي تم فقدانها هناك دستور جديد لا بد من صياغته ولكن أكثر ما أسعدني في حواري مع المجلس العسكري هو إصراره على إجراء انتخابات الرئاسة في التواريخ المحددة وتسليم السلطة في الوقت المتفق عليه أحب أن أطمئ كل مصرية أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتدخل بأي شكل ما في دعم أي مرشح مهما كانت أفقاره وانتماءاته أمريكا تتمنى رصد انتخابات الرئاسية حرة ونزيها لأن الخطر الحقيقي يكمن في حالة إجراء انتخابات لا تتميز بكمة الشفافية والنزهة لذلك نطالب الجانب المصري بمتابعة ومراقبة هذه الانتخابات بشكل دقيق أي أن كان من سيفوز بكرس الرئاسة وأي أن كانت الحكومة التي ستتولى مهام البلاد بعد الانتخابات لابد أن تهتموا بشكل أساسي بالاقتصاد وعث رسالة للعالم كله ولمصريين بالخارج أن مصر مستعد بقوة للاستثمارات الجديدة وللإصلاح الاقتصادي الذي سوف يخلق بدوره فرص عمل جديدة وسيدفع مصر للأمام موسيقى موسيقى موسيقى